عبد الرحيم جاب 3000 من قواته ودخلوا حي المطار احنا سامعين وشايفين تاتشارات الدعم السريع الدخلت بالصالحة الصورة وجاب الفيديو ده واحد من اعوان الدعم السريع حسي طلع المرة الفاتث في لايف قال ظهور عبد الرحيم وسط قواته في نص الدبابات يظهر القوة بتاعت الدعم السريع وليس كالبرهان الطلع من البيدرون رغم انه عبد الرحيم طلع قال ليه إنت يا برهان بتحاربنا ليه؟ انا بحاول اذكره هو قال بالقلبة قال كيف؟ قال يا برهان انت بتحاربنا ليه؟ بتحاربنا ليه يا برهان؟ دي ما ظاهر الانكسار فيه وظاهر انه قاعد لفنص دبابة معطلة في البوابة حقه لا ده طلعه بمصهر قوة المولوس سنة 1973 عبد الرحيم دلقه الذي ظهر وسط قواته يا خبيب زور في التاريخ وانا قاعد انا شايف يا حبيب انا شايف معاك انا شايف تسألوا تقول ليه الرهد يقول ليك يا اخي الكيزان ديل بي اخي اسمع الكيزان انت ما تكلم بيه ونا الشعب السوداني انت ما تكلم الشعب السوداني عن الكيزان ما احنا عارفين انهم احنا بنتكلم في انه الطريقة اللي انتوا بتدعملوا بيها مع الدولة دي بعدين السودان هيكون شكله شنو؟ يا برهان انت الهوانة الوصلتنا ليه الان ده انه حنان تكون عارفة جدولة الهدنة واحنا بنستعد واحنا نتكلم عن جمعة غضب واحنا بنتكلم عن انه الشعب السوداني انزل الشارع وبنتكلم بنستعد في المواطنين من بره والناس بسمعونا والناس بيرسوا لو احنا جاهزين والناس يقول لك والله البصات وين؟ والبر السودان المختربين البيقات زي الخيول بيت الشابة بسمعوا عنه بتعرضوا له اولادهم كلهم قاعدين ما دارين يشتغلوا كلهم جايين انت يا برهان الموضوع بتاع الهدنة للقاوة انحانان يعني وصلت بيك المرحلة دي كيف؟ وانت بترجح في التاريخ والسننة الكونية خيانة والله العظيم سيدنا يحيى كتلته عاهرة قحاتية قالت للملك تعرسني لكن تجيب لي راس النبي ده والله الشيطان شغله عجيب نبي تقطع راسه اشرف فيه الخمرة يخيتي من انت عشان يعملوا لك الشغل ده مع انه الملك كان عارف قدرات النبي يحيى ودخل الشجرة بلعته واتقسمت ونشروها النص وكده قحاتية مره والله النسوان دي اللي عندهم عمائل كده بطالة خلاص مرات يعني بس شيلة معاك كده ممكن يا برهان الكلم حنام بالجدولة حقة الهدنة منه بس وريني من يوم السبت عرفاها انتو بتلعب علينا ولا شنا؟ وطلع السيدة العميد طارق وتكلم عن النصر وقرب النصر وآيات الله انت يا طارق النازح هتكفر بيه الله ولا كيف؟ ما قلت النصر قريب ان الله يدافع عن الذين آمنوا ده شعاري الأناس يطالع بيهو ما بقول لي زول ما يدافع عني اختبار إيماني في يصهر في الآية دي ان الله يدافع عن الذين آمنوا نجي نلقى الموضوع ده إن حنان لي وصل حنان كيف بس ده دار عارفوهن حنان كلمتك القوة بتاعت القوات المسلحة اللي انت بتنتغديهم كلمك السفير السعودي محمد بن سلمان المسهيلين كلمك الدعم السريع واحد من الثلاثة الكلام ده كان بكتبه الأستاذ عباس محمد في بداية الحرب لما نسألناه السؤال ده بيقى ما بيكتب بيقى ما قد يطلع يكتب دار زولي جاوبنا على الموضوع ده المعلومة يعني ياسر العطى ظهر ظهر ياسر العطى وحنان كانت عارفة إنه في كتبتها كده مش قلت ليكم قالت هدنة لمدة ثلاثة يوم بعديها هدنة طويلة للعيد ثم يقاف دائم للحرب وقفل واحتفل قفل واحتفل ديشنو قفل واحتفل إحنا تكلمنا من 2019 إنه الشيطان ما صنع البرهان الشيطان صنع يميت نعيد ثاني ما هو إنت لو دار الجيش الجيش ما قاعد يطلع لك في أوامرك ما في جيش في الدنيا دي بدك لا بس كاكي ما تحت امرض أمريكا ده ما فيه شغوله تغيير الأنظمة فلما انحمدوك عمل النجوم في جلابيته خلاص القصة لابسة يعني فبدأنا نتكلم عن تغيير أنظمة بعد شوية ظهرت في تشاد بعد شوية ظهرت في مالي واحد رغيب أول في ما عارف وين دو كلها مليشيات فالشيطان صنع مليشيا ما صنع الجيش ما هو الجيش قاعد قدامه بيعمل للدائره البشير ده كوريك وين بقى قاعد أمريكا عامل لها أكبر صفارة في الشرق الأوسط عاملة في السودان البشير ده ذاته البشير الشعر قروشنا عمل بيها الفيلة الرئاسية حاضر اللي هي على بعد 2 كيلو من القصر الجمهوري وعلى بعد كيلو واحد من النادي العائل اللي هو مقر جهاز الأمن والمخابرات أدهها للطاقم بتاع الصفارة الأمريكية يعني انت ما محتاج أصلا جهاز تجسس عشان تشوف البشير بيعمل شنو ده كلهم مخابرات مسكينهم جنبهم في شهر عني الصواح بيجي ماشي فينه بيجي داخل فينه بيتلاقوا في اللي شهر بيجي يقول لك يا أخا امريكا تحجي زمتي وده كله خرابيط طبعا كله خرابيط احنا المرة دي قلنا نطلع من المنظومة دي ونقاتل نجي نتفاجأ في النهاية انو المنظومة دي دائرة المليشة تحكم وجابت الخوانة والعملة اللي بيغيروا بيزوروا في التاريخ واحنا أحياء يعني احنا حيين حاسي بيقول لنا يا أخا الحرب دي وراها الكيزان احنا نوريك الوطنية اللي وصلناها يا حرية وتغيير لما انت قدمت لنا البرهان طلع السنهوري في التلفزيون قال البرهان داته خلفيته حزبي بحس والكلام داتiga مسجله قاعدة السنهوري دا لو مات ولا حي كلام دا قاعد دا رئيس حزب البحس القطر العربي Efrage س未ام قال البرهان دة حزبي بحس بعدين الناس بدو يتكلموا قالوا البرهان دة حزبي بحس مزروح في الكيزان واللاوكوز مزروح في حزبي الاحيس ومنول بتكلم صرفه طبعا بيلاحظا حاجات ده السينيور المهم قلنا ما نضغط عليهم طيب انتوا اتجاوزتوا لانه البرهان حزب ببحث مزروح في الكيزان ولا كوز مزروح في حزب البحث اتجاوزتها كيف انت يا حرية وتغير قال ليك حسي احنا عندنا ديش وطني والعملية بتاعت الثورة دي تجب ما قبلها والثورة بمن حضر وده برضو واحد من الصلاحات اللي انا قلتها الثورة بمن حضر الثورة بمن حضر البرهان معانا بالمعانا خلاص حسي بالمناسبة لو حزب البحث كل الجيش ده حزب بحث حسي انا مع الجيش العربي ده ما واضح واضح الكيزان ده لو حسي الجيش ده كيزان انا معاه بالمناسبة كله كده من بدايته لانهايته الكيزان الجيش ده فرز على يد الحرية والتغير ما تفتح خشمك تقول لي ده الكيزان اللابس اخدر ده حسي لو كلهم حزب بحث انا معاه لو مؤتمر سودان الليلة الجيش السودان البقاتل في الشارع ده انا معاو بالمناسبة لو كلهم كيزان راس عديل انا معاو تاني عندكم شنو لا يمكن تحت اي مسمى او ضغط نفسي او اي مبرر انا اقف مع الدعم السريع لا يمكن انت بتخطني في معادلة اخلاقية انت نفسك انت نفسك ما قادر تتجاوزها خط البرهان السوداني ابن عن جد الكوز وخط حمادتي المامعروف هو من وين مع قواته الاجنبية اللي انت قلتها التاريخ ده تغشبه والمساكين معاكن الشيطان كن ده تصح الصباح تعملوا كواديك كن ده تلفوا الشعب السوداني انا الشغل ده ببتم عليه والله اجد ابلعك انت وشيطانك العربي ده ما واضح والله انت وشيطانك ابلعك تعملوا الشغل كن ده خرابتكم ده الصباح تكدكوا الشعب السوداني ده تقعدوا انا بقعد لكم خط البرهان ده كوز مواطن السوداني تدرجة في الكلية الحربية واخدت معاو حمدتي حصلت بينهم مشكلة ما عندك اي خيار تحت اي مسمى يا تقيف مع البرهان يا حمدتي حس انا دافلك في قوضة مضلمة تقيف مع البرهان ولا حمدتي احنا واكفين مع الجيش يا صرفة احنا واكفين مع قواتنا المسلحة احنا ما عندنا شغلة بالغيادة احنا واكفين مع المؤسسة حقتنا الخرابيط اللي بتقول ده تبرر بالي روحك انا ما عندي انا ارجل من انو تراجعني في رأيي وانا رأييي واضح وقوي لي درجة انو انت ما بتهزوا لي حس انا حاجيك في البرهان وحمدت راس عديل انساني من مؤسستنا الوطنية والخرابيط اللي بتقول اليدي انا وانت دخلنا او دقفلنا الباب ده حمدتي والسي في حقه ده البرهان والسي في حقه الشاكل وحتقيف مع منو عربي واضح ما دار كلام كتير انا ما دار كلام كتير ما دار انو ده والله منشؤوا ما منشؤوا انا دار بديتك السي في حق البرهان خشة كلية حربية تدرج فيها اتجاوز كل الانواط اخد الانواط بتاعت الشجاع مش مناطق عمليات مش حرك دار فوردي زاتة بالمناسبة واحد من المتهمين حقينها الموضوع ده ما تقولوا لي انا ابرهيم الشيخ لانو السي في حقه لما جبت الواحد وخمسين اخترت البرهان انت بكرا لو زمن طال ان شاء الله ربنا مد في الاعمار بيشغل لك كلامك في الغيادة ذاتك عن البرهان وحمدتي جبنا حمدتي انشأته المنظومة حقه الكيزان ذاته وقالوا لي او مش كتل وسو اي حاجة وبنجي ننكرك وجيت قلت لك الخطاب بتاع مجزوب الخليفة في الامم المتحدة 2008 اللي هو ارد على الامم المتحدة اتحامتهم قالت ليه وانا الدعم السريع ده قاعد يتدرر في معسكرات الجيش قالوا لا ما بينعرف الخراك يبكى تأشر بتاع قوات مسلحة قال لا صور غبر صناعي والله ما شفنا المعسكر ده عديل واخسم بالله البيان قاعد 2008 لس يا قحات انا قفلتك في الخيار اللي احنا فيه البرهان ولا حمدتي تجي تقول ليه الليلة يا اخي عشان فو جيش كيزان عشان الجيش دحك كيزان عشان المتحدة 약간 تؤ puckتم السريع